طريقة السلف في حفظ القرآن السلف الصالح كان يحفظ حفظ يوميا نعم وفي كل يوم عندما يحفظ هذه الآيات والصحيح وقرأت هذه الآيات يتعلق معناها ويستعينوا بالله على العمل ويستعينوا بالله على العمل نعم فلابد أننا نحفظ حفظ يوميا على ما كان على السلف مع التدبور والنظر والعمل إنه ناموهم أور نالم مرنم سيئ ويندم آذاي برندو هل ويندم آذاي سيئ البددت ويندم شندد برندو هنر آذاي سيئ البددت وذوم انگلكم أفسي أهم ما يكون عند لحفظ سورة الفاتحة مكيما ماهو مرنم سيئب بدا ويندي غنر دان سورة الفاتحة هذا هو درمري قرآن داية مُدل أتي آي نعم وبعد هذا قصار السور والله أعلم أدتك فيره شريع سوراكال شريع سوراكال ورقوديع سوراكالي ناغل مرنم شريع ويأتو